السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الخامس اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الدرس التاسع عشر من كتاب التربية الإسلامية بعنوان المحافظة على صلاة الجماعة وهو حديث نبوي شريف بداية نقرأ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة بداية نتعرف على راوي هذا الحديث النبوي الشريف وهو من ابن عمر من هو ابن عمر؟ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هو أيضا صحابي جليل من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنهم رضي الله عنهم وأسلم صغيرا وكان كثير الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من هو راوي هذا الحديث النبوي الشريف هو ابن عمر رضي الله عنهما يتحدث هذا الحديث النبوي الشريف عن فضل صلاة الجماعة وأجرها فالمسلمون يحرصون على صلاة الجماعة فيؤدونها في المسجد وهذه صلاة الجماعة لا تقتصر على المساجد فقط بل يمكن أن يؤدها في البيت فسنتعرف من خلال هذا الحديث النبوي الشريف فضل صلاة الجماعة بداية نفهم المفردات والتركيب التي وردت في الحديث صلاة الجماعة ما هي أو ما المقصود بصلاة الجماعة أن يؤدي المسلم الصلاة مع غيره إذن صلاة الجماعة هو أن يؤدي المسلم الصلاة مع غيره تفضل بمعنى تزيد في الأجر والثواب وصلاة الفذي أي صلاة المسلم وحده نفهم هذا الحديث النبوي الشريف من خلال قصة وهي أن سامر وليلة زارا في يوم من الأيام جديهما في القرية فاصطحبوهما الجد في رحلة إلى مزارع زيتون قريبة فأذن لصلاة الظهر فقال الجد قوموا لكي نصلي جماعة ولو كان المسجد قريبا لذهبنا إليه فقال سامر لكن عددنا قليل عددهم قليل قال الجد تصح صلاة الجماعة بالإمام مع شخص فأكثر يا سامر إذن صلاة الجماعة ممكن أن تكون مكونة من شخصين أو أكثر إذن هل تعتبر صلاة الشخصين فقط صلاة جماعة؟ نعم بعد أن أدوا صلاة الظهر جلس الجد مع حفيديه وقال يحرس المسلمون على صلاة الجماعة لماذا يحرس المسلمون على صلاة الجماعة؟ ما أجرها؟ ما فضلها؟ لأن لها أجرا عظيما فقد فضلها الله سبحانه وتعالى على صلاة المسلم منفردا بكم درجة؟ ب27 درجة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن صلاة الجماعة هي تعتبر أفضل من صلاة المسلم منفردا بكم درجة؟ ب27 درجة لديه هنا أفكر وأحسب بلال وعمر صديقان يحرصان على أداء الصلاة ولكن بلال يصليها منفردا أما عمر فيصليها في جماعة أحسبوا الفرق بينهما في الدرجات حكينا إحنا فضلها الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة على صلاة المسلم منفردا بكم درجة؟ ب27 درجة لاحظوا الفرق في الدرجات بين بلال وعمر بلال في الصلوات الخمسة الفجر والظهر والعصر والمغرب والإشاء مجموع الدرجات خمس درجات بالمقابل لاحظوا عمر فيصليها جماعة في الفجر والظهر والعصر والمغرب والإشاء المجموع مئة وخمس وثلاثين درجة ماذا نستفيد من هذه النتيجة؟ نستفيد من النتيجة بأن نحرص على صلاة الجماعة لأن لها أجرا عظيما السؤال الذي يدور في أذهانكم هل صلاة الجماعة يمكن أن نصليها في أي مكان؟ نعم تصح الصلاة صلاة الجماعة في المدرسة أو في البيت أو في مكان العمل أو في أي مكان تراه مناسب ولكن في المسجد تعتبر أعظم أجرا لكن إذا لم يستطيع الشخص الذهاب إلى المسجد بإمكانه أن يصليها إما في المدرسة أو في البيت أو في مكان العمل أو في أي مكان مناسب ما هي فضائل صلاة الجماعة في المسجد؟ أولا يرفع الله المصلي بكل خطوة يخطوها للمسجد درجة ويحط عنه خطيئة إذن فضل الذهاب إلى المسجد عظيم جدا والملائكة تدعو لمن حضر الصلاة بالرحمة والمغفرة إذن يجب علينا أن نحرس على الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه والصلاة بشكل جماعة لأنها لها فضل وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى أداب صلاة الجماعة وأدونها في الشكل الآتي من أداب صلاة الجماعة أن ألتزم الأدب والهدوء وعدم إيذاء المصلين تسوية الصفوف تكون بشكل مرتب ومتابعة الإمام دون سبقه ننتقل الآن إلى أختبر معلوماتي السؤال الأول أبين فضل صلاة الجماعة ما فضل صلاة الجماعة كما ذكرنا فضل صلاة الجماعة على صلاة المسلم منفردا بكم درجة؟ ب27 درجة السؤال الثاني أكمل الفراغ أولا راوي الحديث الشريف هو من؟ هو ابن عمر أحسنتم با معنى كلمة تفضل أي تزيد في الأجر والتواب معنى الفذ ما معنى صلاة الفذ؟ قلنا صلاة المسلم منفردا أما صلاة الجماعة هي أن يؤدي المسلم الصلاة مع غيره السؤال الثالث أكتب كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي ألف يجب أن يكون عدد المصلين كبيرا حتى تصح صلاة الجماعة خطأ با تجوز صلاة الجماعة في المدرسة؟ نعم بالتأكيد صحيح السؤال الرابع أذكر أدبين من آداب صلاة الجماعة ما هي آداب صلاة الجماعة؟ تسوية الصفوف التراس فيما بين المصلين وأيضا التزام الهدوء والأدب وعدم إيذاء المصلين التنبيه إلى نقطة جدا مهمة أن صلاة الجماعة أقل عدد لصلاة الجماعة هو إثنان إذن إثنان تعتبر صلاة الجماعة أو أكثر